خطاب السيد عمار الحكيم في القاهرة كأن هناك لربما رسائل يود أن يواجهها إلى المجتمع الدولي تحديدا إلى واشنطن خاصة عندما قال وحذر مع الرئيس المصري بأنه لربما استمرار التصعيد وتداعيات قد تؤثر على المنطقة لسيما على العراق يعني بالتأكيد هي الرسائل تأتي تباعا ولكن بحديثنا اليوم أتحدث عن هذه البدايات وما حصل وأيضا إيصال رسالة لما يحصل في الشعب الفلسطيني في غزة وحصار غزة والصمت الرهيب والمريب من المجتمع الدولي إذا ما يحصل من انتهاكات الكيان الصهيوني الغاصب لهذا الشعب الذي من حق المطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه هذه كلها يعني رسائل واضحة اليوم المجتمع الدولي يبرر أفعال الكيان الصهيوني ولكن من خلال حديث سماحة السيد الحكيم في هذا المؤتمر ورسائل التي ممكن إيصالها بأنه المحيط العربي المجتمع العربي اليوم رافض لما يحصل نريد تحريك المجتمع الدولي إذا هذه القضية المجتمع العربي اليوم يعتبر القضية فلسطينية هي قضيته هذا الصمت الرهيب الصمت المريب من المجتمع الدولي فضلا عن التبريرات اليوم المجتمع الدولي يبرر البعض منه يبرر عمل الكيان الصهيوني وعمل الكيان الصهيوني وحصاره وقصفه الوحشي لغزة ومناطق الضفة هذه كلها الرسائل التي أراد سماحة السيد الحكيم أن يوصلها فضلا عن الجانب الاقتصادي ضرورة التعاون ما بين البلدين الاستفادة من الخبرات المصرية وهناك اليوم نشهد بأن هناك شركات كثيرة في مجال الإعمار من الشركات الجمهورية العربية المصرية متواجدة اليوم في العراق الاستفادة من هذه الطفرة النوعية التي ساعد السي سي في مصر في مجال الإعمار هذه ممكن الاستفادة منها ممكن امتزاج الخبرات ممكن أن نعيد التعاون ما بين البلدين رسالة أيضا أخرى لكل أو أغلب الدول العربية التي كانت تنظر إلى العراق بأنه على قطيع مع الدول العربية هذه أيضا رسالة ولعله هناك زيارات أخرى لسمحة السيد الحكيم إلى بلدان عربية أخرى فبالتالي هذه كلها الرسائل التي أراد إيصالها فضلا عن الرسالة الأساسية هي إرساء السلام والاستقرار في المنطقة اليوم نحن في العراق نشهد هناك استقرار سياسي هناك استقرار أمني نسبي ونحتاج إلى ثورة إعمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر